بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيسل سالم الهيشري سنواصل شرح مقرر كيمياء عضية واحد وسنمر إذن إلى الجزء السادس من المحور السادس حيث سنتابع شرح أهم التفاعلات كيميائية للألقينات وسنمر إذن إلى تفاعل أكسدة الرابطة الثنائية باستعمال برموغنات البوتاسيوم بتركيز ضعيف وفي درجة حرارية طبيعية حيث سنلاحظ أنه خلال هذا التفاعل يتم تكوين وسيط حلقي يتحلل هذا الوسيط بسهولة ويؤدي إلى إعطاء سيس ديول إذن OH كما تلاحظون توجد في نفس المستوى وتسمى سيس ديول إذن سنشرح هذا التفاعل خلال عملية اقتراب البورمونغنات البوتاسيوم إذن من الرابطة الثنائية سيؤدي إذن كما تلاحظون إلى تحركات إلكترونية بهذا الشكل ويؤدي إلى تكوين إذن الحلقة كما تلاحظون هنا ثم فيما بعد يعني عملية التحلل بوجود إذن مركب الماء هنا سيؤدي إذن إلى قصر إذن هذه الروابط من هنا ومن هنا ويؤدي بالتالي إلى تكوين سيس ديول كما تلاحظون أما إذا كان لدينا إذن برمونغنات بوتاسيوم بتركيز قوي ووسط حمضي وكذلك درجة حرية مرتفعة فإن ذلك سيؤدي إلى إنشقاق تأكسدي ويتمثل هنا في قصر الرابط الثنائية تماما بين الكاربون والكاربون هنا ويؤدي بالتالي إلى دمج هنا عنصر أكسجين من هنا وأكسجين من هنا فبالتالي نتحصل إذن على هذا الجزيء وهذا الجزيء من خلال إذن قيام أو تشكيل الكاربونيل والكاربونيل على كل جزيء إذن مع اختلاف تركيبته فإن التفاعل يعطي إذن من خلال اختلاف في تركيبة الرابطة أو الألكين فإن عملية التأكسد هنا ستعطينا إذن تعطينا إمكانيتين الإمكانية أولى اثنين من الكيتونات وذلك إذا كان الألكين هنا يحمل أربعة مستبدلات كما تلاحظون حيث إذن عملية تكسر هذه الرابط الثنائية تماما وتكوين إذن الكاربونيل هنا والكاربونيل هنا كما تلاحظون إذن تعطينا إذن الكيتونات هذا كيتون وهذا كيتون متمثل إذن في الأسيتون والأسيتون أما إذا كان الألكين يحمل هنا مستبدل وهيدروجين فإن تفاعل إذن الانشقاق التأكسدي أو تفاعل قصر الرابط الثنائية تماما هنا ودمج عنصر الأكسجين يعني لتكوين الكاربونيل من هذا الجانب وكاربونيل هذا الجانب فإن هذا الشكل يسمى ألدييد كما تلاحظون والألدييد يتميز بسهولة تأكسده خلال وجود هذا الوسط هذا الوسط المتمثل إذن في البرمجنات البوتاسيوم إذن شديد التركيز فبالتالي إذن الألدييد لن يتوقف إذن في هذه الحالة وإنما سيتأكسد بسهولة ونتحصل بالتالي على الحمث الكاربوكسيلي من خلال استبدال HBOH إذن كما تلاحظون فإن هذا التفاعل إذن يعطينا في نهاية الأمر أسيتون أو كيتون وحمث كاربوكسيلي مكان الألدييد الذي كما قلنا يتأكسد بسهولة ولا يبقى إذن في هذا الشكل ترجمة نانسي قنقر